سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة مساء مبارك وصباح مبارك لكم جميعا أينما كنتم بصلي أنكم تكونوا في رعاية وحماية وإعلانات الله المحب ليكم النهاردة حلقة النهاردة أنا خصصتها للإجابة على بعض أسئلتكم بتجي لي أسئلة كتير من عابرين أو باحثين أو ناس بيسألوني يعني عن حاجات هما شايفين أنها ما تنفعش أو لا طليق في الكتاب المقدس أو أسئلة عندهم عن الكتاب المقدس أين كان سؤال إذا كان مسلم أو عابر أو باحث فإحنا بنحاول أن نرد عليكم بين الحلقات اللي بنعملها وبين بعضها بنحاول أن نرد عليكم على الأسئلة اللي بتشغلكم لكن أنا شخصيا بيشغلني أكتر أسئلة العابرين لأن معظمها أسئلة للحياة أنتوا عايزين تعرفوا أتعامل مع الرب إزاي أشوف علاقتي بالرب إزاي يا طرى ربنا عايز يغير فييا إيه يا طرى دا يتغير إزاي أسئلتكم خاصة بيه علاقتك الخاصة بالله فدي مهمة جدا عندي والباحثين أيضا عندهم أسئلة بتبقى وقفة في الطريق أنهم يفهموا مفهوم الله للأمر إيه فبنبقى عايزين نرد عليكم النهاردة الحلقة هتكون للرد على بعض الأسئلة عندي حوالي خمس ست أسئلة هحاول أن أنا أخلصهم النهاردة ولكن لو ما قدرتش هكمل في حلقات أخرى مثلا بين المواضيع فالنهاردة هرد على الأسئلة اللي أنا وعدت الناس اللي هرد عليهم قلت لهم هرد النهاردة فحاول أن أنا أخلص دول وبعدين ممكن نعمل حلقات تانية في حلقة النهاردة بقى هنتكلم عن العنف في الكتاب المقدس هنتكلم عن قصة المرأة اللي كانعانية هنتكلم عن لماذا خلقنا الله أنا أخدت لكم كده يعني المواضيع اللي ضمن الأسئلة دي قلب الأسئلة اللي نستألها في أسئلة عن بداية الخليقة آدم وحوة والجنة والجنة دي كانت فين مؤقتة مش مؤقتة الشيطان والسؤال الآخر هو إيه ما قصد الله في حياة الإنسان ليه ربنا خلقنا وسؤال الآخر لماذا أغفر وبعدين إيه إيه هي الخطيئة وإيه أنواعها فهنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نوصل ل يعني رد على الأسئلة دي توصلكوا الفهم الله وتبقى بداية على الطريق ليك أنت أنك تبحث ما تاخدش إجابتي أنا وتقول خلاص كده لا أنت كمان لازم تروح تبحث وتفتح الكتاب وتقرأ وتعمل بحث يعني مثلا الناس اللي بتسألني عن موضوع الغفران أنا عايزة أنصحك حاجة موضوع الغفران ده رحلة طويلة مع الله فأنا عايزة أنصحك إنك تعمل بحث في الكتاب المقدس وتسأل ربنا وإنت بتعمل البحث ده وتقول له رب أنا ليه مش بخفر ليه عندي مشكلة أنت منظورك للغفران إيه إيه معنى الغفران من يعني من ناحية قلب الله وإيه اللي إحنا بنقدر عليه وإيه اللي إحنا ما نقدرش عليه كبشر فلما تسأل ربنا الأسئلة دي ويبقى عندك الحوار ده مع الله تقدر يكون الاقتناع اقتناع قلبي مش بس معلومات عن حد ديها لكن نعرض أمين طيب قبل ما أبتدي الرد على الأسئلة برضو عندي قاعدة مهمة جدا أنا هتمشي على كل ردي على الأسئلة دي كل اللي هنتكلم عنه النهاردة لازم نفتكر ونفهم أنه كل أسئلتنا هي محاولات فهم محاولات الفهم دي عن شخص الله أنا بتكلم عن شخص الله فلما نقترب من شخص الله لازم نقترب من شخص الله بكل إجلال وتقدير وحب وتصديق لشخصه لمن هو يعني فلما أتقدم من عند ربنا أسأل ربنا سؤال ما بقاش بأسأله بكبرياء فالليحنا بنكلمه ده هو الله الذي ليس فيه تغيير أو ظل دوران افتكرت كده النهاردة في رسالة يعقوب بيقول كده كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران فكرت كده هي يعني بيتكلم على شخص الله اللي لا بيتغير ولا بيغير رأيه ولا بيغير أفكاره إحنا اللي بنبقى محتاجين نفهم طريقته في توصيل الفكرة لنا فكل فكرة صالحة وكل قانون الله بيحطه وكل عطية ربنا بيديها لك وكل موهبة ربنا بيديها لك دي جاي مباشرة من عند الله ليك كل شيء صالح وكل شيء خير الله لا يعطي شر أبدا لبناته لأولاده عموما يعني بناته أولاده ورب بيقول كده برده أنا لا أنقذ عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي فده إله صالح تقدر تسق فيه دي قاعدة فلما نسأل نسأل وإحنا عارفين إن هذا الصالح سيعطينا الفهم اللي إحنا محتاجينه الله صالح كل الوقت قدوس كل الوقت كامل القداسة كل الوقت ما فيهوش يعني ما فيهوش شبه قداسة لا قداسة كاملة هو القداسة هو الصلاح هو المحبة هو يعني الخلاصة للمعنى اللي إحنا بنتكلم عنه هو البداية لكل شيء فعشان كده لما نقترب منه ونتكلم معاه لازم نبقى واخدين بالنا إن إحنا ما عندناش تعدي على شخص الله وإحنا بنتكلم وإنه كمان الله زي ما هو محب فهو عادل فهو أيضا يعاقب على الخطيئ اللي ضده فمحبة الله وعدله ورحمته وحنانه علينا لا يعني إنه لن يقف ويعاقب على الخطيئ فلما نشوف صورته هنا بعاقب وصورته هنا بيقدب وصورته هنا يعني بيغضق بمحبته ويعطي شفاء وكذا هو كل ده صورة الله كاملة فساعات الأسئلة اللي بتتجي لنا بتيجي إيه عشان أنا خد حتة من هنا وحتة من هنا وفصلت الكل عن بعض لا بص على الكل على بعض بما إننا بشر إحنا فهمنا قاسر مهما تعمقنا لكن عندنا معونا الروح القدس بيكشف لنا ويعلن لنا كل يوم إعلانات أعمق أنا مش بقولك إن أنت مش هتفهم ربنا الكلام ده عايز العابرين يفهموه ساعات بتفتحوا الكتاب المقدس وتبقى تقولي أنا مش فاهم أنا بقرب بس مش فاهم مهليش الخطوة دي بتبقى محتاجة منك إنك تقولي يا رب أنا عايز أفهم بطريقتك يا روح الله اعمل في يا روح الله افتح ذهني يا روح الله افتح عيني افتح فاهمي حسب شخصك فالروح القدس زي ما بقول هو اللي بيكشف لنا إعلانات كل يوم أعمق وأعمق وأعمق ليه علشان نقترب من فهم ومعرفة شخصه علشان كده يجب إن احنا نكون حارسين إن سؤالنا للرب ما يكونش اتهام للرب آم فا آم أو أو لوم للرب زي مثلا ما نقوله يا رب أنا يعني إنت ليه جبتلي المرض ده يا رب إنت ليه في السؤال اللي جاي ليه العنف في الكتاب المقدس مثلا إزاي يا رب إنت تقتل شعب بحاله أو مدينة بحالها أو إزاي تؤمر بقيت للأطفال أو لازم نفهم إنه الله عنده تفسير إذا أنا مش فهمات دي مشكلة أنا فاسأل أكتر وإبحث أكتر حتفهم وأنا بوعدك إنه لما تتقدم أمام الله بقلب صادق ربنا حيدي لك فهم روحي عميق موضوع السؤال الأولاني هو أنتوا بتقولوا إنه الإسلام دين عنف فماذا عن العنف في الكتاب المقدس فاكرين أنا أقدمت لكم حلقتين عن سيكولوجية العنف في الإسلام هل العنف في الإسلام يختلف عن العنف في الكتاب المقدس اللي إحنا بنسميه عنف في الكتاب المقدس اللي هي الحروب وال إنه يكون فيه أوامر بقتل شعب بحاله أو إنه الله يؤمر بقتل المدينة كلها أطفال بحيوانات بنساء بعجل كله مش كده شفنا ده سفر يشوع مليان بحروب بالشكل ده فيه تفسير لكن هل هذا العنف هو مشابه للعنف اللي في الإسلام هو يشبه العنف اللي عند الإنسان لو بصينا للتاريخ كله هتلاقي إنه كل حضارة هتلاقي فيها حروب أحداث عنيفة يعني ممكن دلوقتي لما نشوفها نقول دي مثلا دي إبادات جماعية أو دي مثلا عنصرية ضد شعب معين في كل حضارة ده موجود لأنه في الإنسان في تصريف الإنسان لإزاي يتعامل مع واقع حياته أنا هقدم لكم الفكرة ببساطة شديدة وبشجعكم إنكم تبحثوا في الأمر بصورة يعني خاصة وتبعتولي أسئلتكو تاني الكتاب بيقدم لنا قصة الله مع الإنسانية من البداية في نوعين من يعني في خطين خلينا ناخد ببساطة لو بسطتهم إنه في خطين في الكتاب المقدس خط في ربنا بيدينا أدوات وبيدينا أوامر وبيدينا قوانين والخط التاني بيحكي بس بيحكي حكاية حكاية الإنسان فخلينا يفسر ده زي ما قلت الكتاب بيقدم لنا قصة الله مع الإنسانية من البداية إزاي بتدينا معاه وإزاي تطورت العلاقة بيننا وبين الله وإزاي الخطية كسرت هذه العلاقة وأظهرت الخطية اللي في الإنسان من البداية ربنا بيدي الإنسان قواعد وأدوات للحياة بالتدريج وفي صور مختلفة جدا ودرجات مختلفة من كلام مباشر ساعات وكلام عن طريق رؤى وأحلام وملايكة وزهورات وكتير شفنا إنه في زهورات لشخص المسيح مثلا في أجزاء كتيرة من العهد القديم فليه ده بيحصل ربنا من الأول زي ما قد مثلا في سفر التكوين أنا دلوقتي هنقرأ بعد شوية يعني ما تحطش الآيات دي لكن في سفر التكوين مثلا من البداية ربنا عمل إيه قال لآدم شوف آدي الأرض وآدي الحيوانات وآدي هتعمل هتصرف فيها إزاي تاكل من ده ما تاكلش من ده سمي الحيوانات دول أدوات يتعلم بيها إزاي يكون إنسان عامل علشان يعيش في الأرض دي بعد شوية لما الخطيئة جات ابتدى الله يقول ده تعمله وما تعملوش يكلم قيين ويقول له عند الباب خطيئة رابضة انتبه يديهم طريق لأنه للتكفير عن هذه الخطايا ابتدى بأول زبيحة حصلت لما الإنسان أخطأ حصل زبيحة ربنا غطاهم بالجلد يعني حصل زبيحة وابتدى يعلمهم إزاي تكفروا عن الخطايا دي إزاي تقدموا توبة إزاي تعيشوا مع بعض أدوات فلما كان الله بيعطي هذه الأدوات والإنسان يخطئ والإنسان يخطئ كان الله بيعاقب صح فكمان نقطة مهمة في الحتة دي إنه التعملات الله كانت قريبة جدا من الإنسان وحكلمكم عن الموضوع ده بعد شوية تعرفوا إزاي الخط التاني إن الكتاب بيوصف ويحكي لنا تاريخ الإنسانية بكل قبحته وشره وكذلك عقاب الله بكل شدته النموس أو القانون اللي أعطى الله الله أعطى لناس عاشوا مع الله معجزات شافوا حضوره بشكل مباشر وواضح لذلك كان عقبهم مباشر أيضا شوفوا سفر الخروج يعني لو أنا بس ابتديت من سفر الخروج إحنا عندنا من تكوين دلوقتي هنشوف إزاي ربنا تكلم مع البشر بصورة مباشرة آدم وحوا بيتمشوا في الجنة مع ربنا ده كان من خطة الله إنه إحنا نكون معاه ويبقى في ستنا لكن بعد كده في سفر الخروج بتلاقي ربنا عشان ينقص شعبه وعشان يميز شعبه وعشان يتكلم من شعبه أو مثلا يبتدي يبتدي هذا الشعب اتكلم مباشرة مع إبراهيم ادى له عمل في حياته معجزات علشان يخليه فعلا الأمة اللي هو قاله عليها وبعدين في سفر الخروج تلاقي ربنا ماشي معاهم الناس كانوا بيشوفوه في شق البحر شفوه في عمود السحاب اللي بيغطيهم شفوه في عمود النار اللي بيدفيهم ويقودهم شفوه الله الله تعامل مع الشعب بإعلانات واضحة على قد ما شافه على قد ما غلطه الله كان عايز يوصل الشعب لمكان يبني فيه هذه الأمة علشان خاطر الشعب ده يكون مثل لحضوره في وسطنا للأمم كلها لأن الأمم كلها كانوا بيعودوا الأصنام وكان ليس ليهم معرفة بالله الحقيقي فكان شعب الله نفسه بيخطئ وهم شايفين كل هذه المعجزات أكلهم وهم مشاقين أكل المن والسلوى الأكل كان بينزلهم من السماء ومع ذلك كانوا يخطئ الميا بتطلع لهم من الصخر ومع ذلك يتزمروا الصورة دي اللي ربنا بيرسمها حتطهلنا كده موجودة في الكتاب افتح وقرأ دي ملهاش علاقة بقى الله دي لها علاقة بطبيعتنا الإنسانية علشان كده كان بيعاقب الشعب بنتقابل بقى في الحتة دي مع حقيقة طبيعتنا البشرية مع نفسنا طبق الأمر كده على نفسك وعلى نفسك وانتي بتسمعيني أبوكي أو أمك ادوكي كل حاجة بتتمنيها كل أمر انتي طلبتي سهله لك ومع ذلك انتي تمرت لان طبيعتنا البشرية كده انا مش بتهم حد انا بدي مثل ساعات بيكون عندنا كل حاجة فعلا احنا محتاجينها ومع ذلك طبيعة البشرية تقولك انا عايز اكتر لانه عارفين ليه لانه الانسان دايما هو مركز الكون ولانه الانسان دايما بيظن انه هو الهدف انه هو اهم حاجة في الخليقة كلها علشان كده الله وقع العقاب على شعبه وايضا على الامم اللي اخطأت في حق الله ايضا فخلينا نشوف الاية الفاصلة في الموضوع ده هي في يحنى واحد بيقول الكتاب كده لان النموس بموسى اعدى اما النعمة والحق في بيسوع المسيح صار الاية دي مركزية جدا في فهم الفرق بين النموس في العهد القديم والنعمة في العهد الجديد العهد القديم حضور الله كان واضح في مع الشعب ده ما يقول لكش ان فيه فرق بين شخص الله في العهد القديم والجديد ابدا ده فيه فرق فيه ظهور الله وتعاملات الله في الوقت ده للنقلة اللي جاية في المسيح وانا فهم ليه في العهد القديم كان حضور الله واضح والقانون اللي الله اداه النموس زي قانون العقوبات اللي الناس بتمشي عليه الله اعطى قانون علشان الناس تعرف تتعامل مع بعضها فيه جزء من الكتاب وموسى كان بيعود يحكم بين الشعب ويقول لهم اه ده ربنا قال تعمله كده كده او تتعامله مع بعض بالطريقة دي او حد ياخد من حد حاجة وبعدين جيه حماه قال له لا انت عين قضاء والقضاء ده يحكمه وهكذا كان فيها تصريفة بشرية اكي علشان يبقى فيه قانون الشعب يمشي عليه هذا القانون مرتبط اولا باحترام الله اكي دي الحاجة الانسان اه اه او بمحبة الله او بطاعة الله طيب خليني اخد مكالمة شكرا اوكي الاخ احمد سلام المسيح اخي احمد اهلا بيك اهلا بيك سلام المسيح يا امي سلام ونعم اهلا يا احمد ازايك انت بقى لك كتير ما اتصلتش انا كويسة ربنا يا بارك ما اتصل لو كانت فيه واحد ما كانش بتوصلني بيك اه معلش معلش احنا لا بص اي حد بيتصل يا احمد بيحاولوا يوصلوا لكن اه ساعات الخطوب بيبقى عندنا فيها مشكلة طميني عليك وعلى اه مسيرتك مع المسيح النهاردة شكلها ايه عامل ايه الحمد لله الحمد لله نشكر رب اوكي انت عامل ايه انا كويسة طيب الحمد لله اهم شي طيب اه قول لي يا احمد انت عندك مجموعة من الناس حواليك دلوقتي من الاخوة بتحضر معاهم بشكل دائم اه عندي ايه طب كويس رأيتك في الكتاب مستمرة والبحث مستمر اه انا كنت في مصر لسه جاي من 4 ايام كنت بارين اعاوز اوصل ليك مع ما عرفت الشيء طب معلش انا بقى خلق اكلمك بعدين سيب لي نمرتك تاني علشان بطلخبط في النمر ساعة سيب لي نمرتك وبقى اكلمك بعدين هتكلميني بعد الحلقة لا مش بعد الحلقة هكلمك كمان يوم ولا اتنين شكرا يا ماشي ماشي ربنا معاك ربنا بشكرك خليني صلي من اجله بشكرك رب من اجل نبتة الامان اللي انت بتضعها في اولادك يا رب وانه هم متغطيين بيك فانا بصلي انه احمد النهاردة يكمل ينمو فيك وانه انت تقوده في الحياة بشكل واضح جدا يا رب وقريب من من قلبه فهموا يا رب معنى الحياة معاك بشكل جديد النهاردة في اسمي يا سوى واصل انا على فكرة بفرح بكل ولادي في الايمان اللي بيتصلوا بيا ويعني بيبقوا عايزين يفضلوا على تواصل اذا انا اثرت معاك واتصلوا انا بفرح بكم طيب ارجع تاني لموضوع انه الاية بتاعت النموس والنعمة دي مركزية اوي في فهمنا لحضور الله في العهد القديم وحضور الله في العهد الجديد فقلنا انه في العهد القديم ربنا كان عنده قانون والشعب كان لازم يمشي على القانون والشعب اذا لم اذا لم يمشي على القانون ويطيع بالطريقة اللي ربنا قال عليها كان في عقوبة لكن ايضا القانون ده الله وضعه علشان يكون يعني يديهم خط مصار يوصلهم ويقربهم منه ويفهمهم الفرق بين الحياة في الخطيئة والحياة في القداسة الله كان عايز يقدس هذا الشعب فربنا كان بيعد شعب لنفسه اللي هيخرج منه المسيح مش كده وكان بيحاول يظهر ليهم شر الخطيئة فلما كان يقول لهم ما ما تتجوزوش من الامم لان الامم دول عايشين في الخطيئة يعني سدوموا عمورة مثل للامم اللي كان لازم تبادل انها كانت كانوا عايشين في الخطيئة بشكل يعني في وجه الله الخطيئة دي كانت في وجه الله يعني بتعدي يعني بالعربي كده نقول ببجاحة بقى خلاص ما فيش حاجة يعني تحوشهم عن انهم ما يمشوا ورا شهوات انفسهم وشهوات الجسد فلو كان شعب الله يتعامل مع شعوب زي كده كان ده هيتنقل ليهم وده اللي كان فعلا بيحصل انه لما كان شعب الله بيتجوز من الامم كانوا دايما ييجوا الستات دول او الرجالة اللي بيدخلوا جوه الشعب بييجوا بخطاياهم بيجوا بقالهاتهم بيجوا بمشاكلهم فالله كان عايز يقطع ده علشان الشعب يكون مكرس ليه ده خطة الله دي لازم يقبلها ما عنديش مشكلة فيها لكن كمان اما الناس بتنتقد او انه نسأل طب يا رب انت ليه ابت الشعب كامل باطفال بحيوانات بكله ليه ليه لانه الله مش عايز يكون فيه اي اثر لهذه الخطيئة فالله لا يبيد الشعب الله هدفه ابادة الخطيئة وليس ابادة الناس فما فيه الشعب مثلا ابيد بالكامل يعني كمان واحنا بنقرأ الكتاب المقدس نفهم انه ساعات الكاتب بيقول انه مثلا الشعب كله او دايما فيه تضخيم شوية ل حجم الحرب او حجم الخسارة او حجم المكسب وهكذا دي من سمات الكتابات عموما في التاريخ فالله قلبه انه يعني ينقذ الناس وقربهم منه مش قلبه انه يبيد شعب لكن قلبه انه يبعد الشعب عن الخطيئ حتى لا يقع شعبه في عبادة الاوسان او الممارسات الرديئة شعب الله ايضا شفنا في حروب كتيرة في حياة شعب الله وابادات كتيرة في حياة شعب الله لانهم يعني الله كان مديهم قانون وشريع علشان يقتربوا بها منه هم كمان حبوا انهم يبنوا دولة فلما عملوا دولة حدثت انقسامات وحروب واخناءات جوة شعب الله دي من افعال الانسان فلازم تفرق بين ليه ربنا امر بدا وايه نتيجة الانقسامات والحروب واللي احنا بنبقى عايزين علشان كده النهاردة المسيحيين ملهمش دولة دينية ولا يؤمنوا بدولة دينية احنا في العهد الجديد بننتظر ملكوت السماء ان احنا نكون عايشين مع المسيح من هنا الى ان نكون معه في يعني يا ام دلوقتي لو جه او يا ام في السماء الملكوت مع المسيح عينما المسيح كان العهد الجديد بقى احنا اخذنا فيه فداء المسيح عمان وقيل الله معنا النعمة بقى الخلاص بالنعمة نعمة يعني منحة مجنية على حساب دم المسيح بعد العمل اللي عمله المسيح لا يضف شيء مش حاجة تانية يعني ما ينفعش تقول انا خلصت بالمسيح واعمالي استحالة لا المسيح فقط دم المسيح فقط لما الله ييجي على الارض عشان يرفع بيرفع منزلتك لما هو بييجي علشان خاطر يفديك بنفسه فلا يضافش على هذه المعونة عهد النعمة كله مركز على معونة الروح القدس على شخص المسيح اللي لما انت بتملكه قلبك بيمتلك قلبك وفكرك وحياتك ويبقى معونتك على الارض الفداء اللي بتاخده والروح القدس اللي بيعينك ده النعمة المعطالين من الله محبة الله موجودة في العهدين غفرانه وفداءه واعطاءه فرص كثيرة زي مثلا ما عمل مع داود الله هنا والله هنا في العهد القديم والعهد الجديد لا يمكن يكون فيهم اختلاف استحالة هيصير فكرة هو الله تغير ولا لا مش كده مش الله كان هنا بيقول عنف وهنا وهنا بيقول نعمة لا الفكرة الله غير رأيه الله يتغير ولا لا لكن احنا لما نقرأ الكتاب بالكامل نلاقي ان الله اعطى فرص غفران اعطى فرص لداود انه يتوب لانه الناس اللي كانوا في العهد القديم دول كانوا على انتظار الموعد بمجيء المسيح في العهد الجديد فالله لم يغير محبته ولم يغير غفرانه ولم يغير فداءه ولم يغير ارشاداته الكثير المهم انه تبقى فاهم انه ما فيش فرق في شخص الله اللي لا يتغير ولا فيه زند تغيير ولا دوران لكن البشرية اتغيرت البشرية نمت في العهد القديم كان يعني واضح ان الله لازم يتعامل بهذه الشدة مع البشرية لانه كان في وسطهم هما لسه مش يعني هو في وسطهم وبيعمل كل ده هما لسه مش متعازين لكن يعني يمكن انا مش بحب قوي فكرة ان انا مثل الابن لما يكبر وكلام من ده لكن هي الفكرة بتقرب شوية من مفهوم نمو الانسانية من العهد القديم للعهد الجديد احنا الانسان نمى اتعلم فكر بقى يبحث بقى عنده ادوات اكتر للفهم لكن انا بعتقد انه يعني كمان فهمنا اتغير بوجود المسيح مجيء المسيح والفداء والنقلة دي عملت نقلة فهمنا برضو يعني لانه المسيح في العهد الجديد هو قال انا ما جئت لانقض بل اكمل لكن خليني اديكم فكرة للتكملة اللي كان بيضفها المسيح مثلا لو اخدنا فكرة العين بالعين والسن بالسن مش كده دي شريعة يعني تقتل الحمار بتاع جارك لازم تديله حمار جديد او تدفع التمن او خبطه هتتخبط وهكذا ودي الفكرة اللي نقلها الاسلام صح الاسلام في نفس الفكرة وتوقف الامر على ده عين بعين سن بسن حق ايه حق وكده لكن التعليمات يعني دي الناس بتتحكم بها امام القضاء لكن المسيح قال ايه قال من نظمك على خدك ادور له التاني انتو يعني المسلمين غالبا ما بيفهموش الحتة دي يعني ايه ادور خد دي يعني ايه اسيب يعني اخلي نفسي ملتشع اخلي وهكذا لكن عايزك عايز ارسم لك صورة ذهنية لو حد ضرب حد بالقلم بيبقى وافه قدامه مش كده لو انت اللي بتتضرب بتبص لللي ضربك يا اما تبص لللي ضربك بغيز وتديله كمان انت كمان قلم يا اما الله اللي بيغير طبعتنا بيخلينا نشوف قلم الناس الضرب الضرب غالبا هو متألم غالبا هو عنده حاجة غلط غالبا هو الغلطان واللي حيرد على ربنا في الغلط اللي بيعمله فالمسيح قال خلني عندكم تعاطف معنا اللي قدامكم حتى لو انت بتتأذي حتى لو انت خسران عارفين ليه لانه لما بص في عين اللي قدامي وبقى شايفة انه هو متألم وانا المسيح مغطيني ومشبعني ومحسسني بالامان وعرفة انه هو اللي هيدافع عني في اي وقت حسكت وحقول له من اجلك يا رب وحقول له ربنا يسامحك علشان خاطر انا بصلي ان ربنا يلمس قلبك ويديلك شفاء ممكن تقول ان دي حاجة يعني خيالية مش خيالية انت حر ده قرارك لكن انا بقول انه في العهد الجديد المسيح اعطانا اللي احنا ما كناش شايفينه في العهد القديم اللي طبيعتنا ما كانتش عارفة تقبله في العهد القديم دلوقتي قدرنا نفهمه لاننا شفنا اللي عمله المسيح فينا انا شفت المسيح غير طبيعتي ازاي ده تقدر تفهمه لما تكون عندك علاقة حقيقية مع الله لما تكون بتسامح علشان المسيح مش عشان نفسك لما يكون ربنا غفرلك فانت عارف الدين اللي عليك قد ايه فانت كمان بتغفر عشان كده المسيح ادى مثل عن المالك السامح واحد على مبلغ كبير وطلعك اللي عنده مبلغ كبير ده اللي دين وتشال كله لقى واحد عليه دين بحاجة بسيطة مسكوا اتفعلي الدين اتفعلي الدين العهد القديم ورانا الصورة دي اختياراتنا اللي لو خرجت عن اطار اللي ربنا عايزنا نعيشه بيكون لها عقاب على رجاء انتظار اللي هيجي يخلصنا من نير الخطي لكن الاسلام ترك المسلم بلا رجاء مع اله يقر العنف الى الابد الى الابد كل الايات العنف اللي موجودة ضد المسيحيين ضد اليهود ضد المرأة ضد الاطفال كل التعليم اللي ينتج المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها كله اسبوع ده كله تعليم دائم ثابت مرتكز على ايات قرآنية او على احديث لخير البشر محمد مش كده لكن المسيح اعطانا الرجاء اللي خلصنا من الخطيئة ومن طبعتنا الشريرة خلينا تنقل بقى للسؤال التاني السؤال التاني واضح انه هو سؤال باحث هو السؤال تقريبا يعني من ثلاث اجزاء فبيقول كده انا اعلم بان الله خلق ادم وحوة خليني اشوفها قدامي بيقول كده نعلم ان الله خلق ادم وحوة من اجل التمتع بمحبته وخلقهم على شابه يعني صالحين ومقدسين ولكي يعيش معه الحياة الابدية وحططها بين قسين الجنة انا نقلالكم الاسئلة زي ما هي ولكن لماذا اختبرهم عوض ان يذهب بهم للجنة لماذا وضعهم في جنة مؤقتة ولماذا سمح للشيطان بدخول تلك الجنة طبعا علشان ارد على السؤال ده لازم اقول كل الحاجات المفهومة غلط في السؤال ده لما يقول مثلا انا بعلم ان الله خلق ادم محاوة من اجل التمتع بمحبته وخلقهما على شابه يعني صالحين ومقدسين خليني اقف عند خلقهما علشان من اجل التمتع بمحبته السؤال ربنا خلق الانسان ليه الكتاب اللي بيرد الكتاب هو اللي يقول لك ربنا خلق الانسان ليه الله خلقنا لمجد الله خلقنا لمجد الله خلق الانسان لمجد الله خلق العالم كله لمجد حتى انه مجد يرى في العالم كله مش لانه محتاج انه مثلا يعني مش عارفة أقول إيه يعني إحنا انعكاس لمجد الله فانعكاس مجد الله ده ما يخصناش إحنا حيفضل دايما مرتكز على الله ده يحصل لما نكون عايشين بطريقته ده يحصل لما تبقى حتة صورته ومثاله دي متحققة فينا يعني هو خلقنا من بدء الخليق على صورته ومثاله صحيح ده صحيح لكن أيضا أعطانا حرية اختيار عندنا حرية اختيار كأبناء بنختار أننا نكون مع الله أو لا نشوف السلايد اللي جاي في سفر أشعية بيقول كده يعني أقول للشمال اعطي وللجنوب لا تمنع ايتي ببنية من بعيد وببناتي من أقصى الأرض بكل من دعي باسمي ولمجد خلقته وجبلته وصنعته الله بيتكلم عن أبناء هو خلقهم وصورهم من أجل أنه يتحقق مجده فيهم يظهر نوره فيهم تظهر محبته فيهم انعكاس لكل ما في قلب الله للإنسان فأما نقول أنه الله خلق الإنسان علشان يتمتع بمحبته ده جزء ممكن يبقى بسيط جدا بس مش يعني ده داخل في أننا مخلوقين لمجده بس لو وقفنا عند الله خلق الإنسان علشان هو يتمتع بمحبته فقط فحتبقى الخليقة كلها معتمدة عليك مش على شخص الله ليه ربنا خلق العالم الرائع الجميل ده لأنه هذا العالم يظهر مجد وروعة ومحبة وعظمة الله مش عشان أنا بس أتمتع بيه لا هذا العالم يظهر روعة الله الكتاب بيقول كده فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله إذن إحنا كأولاد الله المخلوقين لمجده لازم كمان حياتنا تبقى الصورة دي فإنك تبقى عايش لمجد الله تأكل بتشرب بتشتغل بتتجوز بتخدم كل حاجة في حياتنا لازم تبقى لمجد الله وهنا لازم نقف ونسأل كلام ده للباحث وإخواتي العابرين والمسيحيين أيضا هل كل حاجة في حياتك أنت عايشها لمجد الله ولا في حاجات في حياتك بتاعتك أنت بس ولا في حاجات في حياتك أنت اخترتها يعني عارفين اللي سعى لقلبك وسعى لربك أنا دي بتاعتي ودي بتاعت ربنا لا ده الكتاب بيقول إحنا إذا كنا بنأكل أو بنشرب أو بنعمل حاجة كل حاجة بنعملها لمجد الله وإنت بتاكل تبقى عارف أن أكلك ما بيعثرش الناس اللي حواليك وإنت بتاكل تبقى عارف أنه حد جنبي جعان أنا بقسم معاه وإنت بتاكل تبقى بتمجد ربنا على اللي دهولك أنا بدي أمثلة بسيطة بس عايز أقول لكم أنه الحياة مع المسيح بترفعنا من الفكرة أنه أنا إنسان صالح وممكن أعمل حاجات كويسة وأنا مسيحي فأنا رايح السماء على حساب الدم وكل حاجة فأي حاجة أنا بعملها زيادة مني لا مفيش حاجة أنت تعملها ولا أنا أعملها كفاية لازم يبقى الله عايزك ترتفع من فكر أنك بتعمل عمل إلى أنك بتعمل كل شيء لمجده كل شيء لمجده فاكرين أنا قلتلكم مرة أنه يمكن من زمان لما ابتديت أسمع عن المسيح سمعت واحد وعز بيقول أنا أنا بمشي أفكر المسيح أصحى أفكر المسيح أنام أفكر المسيح أتكلم بفكر في المسيح أنا عايز كل حاجة في حياتي تبقى المسيح مش عايز حاجة في ذهني تبقى غير المسيح أنا قلت يعني طب ده هيصل إيه الدرواشة دي اكتشفت أنها مش درواشة اكتشفت أنها عمق حب بتجده لما تبقى عارف أنك قاعد مع إله أنت في حماية كاملة في حضنه عايز يرفعك يعلمك كيف تكون انعكاس لمجده في ناس تقف تبص في المراية تشوف نفسها وفي ناس تقف تبص في المراية تعطي المجد لله لأنه الله هو اللي أعطاني الفرصة أني أكون بنته فأعطي المجد ليه غير التفكير غير التفكير كل حاجة في حياتنا هي للمسيح عن المسيح الجزء الثاني بيقول كده أنه أنا أعلم أنه الله خلق آدم وحاول من أجل التمتع بمحبته وخلقهم على شبه ومثاله وهم صالحين مقدسين علشان يعيشوا معاك الحياة الأبدية في الجنة خلينا نشوف الآية بتاعت روميا علشان نفهم إحنا كبشر بنفكر إزاي إحنا بنمجد أنفسنا لأنهم بيقول كده لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون إنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مقد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين زواتهم الآية دي بتتكلم عن الإنسان اللي حياته كلها مركز ذاته وديه طبيعة البشرية فإذا كان ده أنت إذا كان ده فهمك ده شيء ينبغي إنك تتوب عنه وإنك تطلب من الله يرفعك من التركيز على ذاتك ده إلى فهم الحياة معك بقيت السؤال بيقول هل خلقنا الله صالحين مقدسين ده فهمه هو بيقول كده إنه بما إن الله خلقنا نبقى إحنا صالحين ومقدسين شوف لما نقول إن الله خلقنا على شبه ومثاله الله أعطانا الإمكانية لإننا نكون صالحين ومقدسين لكن مع ده أعطانا الحرية لإنه مش ممكن إنه الله يطلب من إنسان إنه الله لن يفرض علينا إن إحنا نحبه لن يفرض علينا الطاعة لإن الطاعة والحب لازم يكونوا بالاختيار الطاعة مش ضعفة على فكرة إحنا دائما بنفتكر إنه الطاعة دي ضعف وخضوع وانكسار لا الطاعة مش ضعف ولا خضوع ولا انكسار الخضوع لله بركة الطاعة لله نعمة الإتضاع أمام الحق قوة فكون الله يعطينا الحرية إن إحنا نختار ده 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 لازم يعني لازم نبقى فاهمين إنه دي بركة عظيمة جدا ربنا ادهالنا ولكنها أيضا مهمة صعبة جدا عند الإنسان لإحنا عندنا الزاد دايما بن على طول أول حاجة بنروح لها اختيارنا اللي رايحني أنا فاهمي أنا مش كده لكن الإنسان اختار إنه يخطئ بالرغم إنه كان عنده كل الأدوات أخطئ هلأ الله ما كانتش عارف كده أه كان عارف كده لكن مع ذلك لا يمكن إنه الله يقدر يفرد على الإنسان إنه يختار يعني يطيع بالعافية سمعت واحد من الكتاب بيقول كده إنه أنا أسفى مش قادر أفتكر اسمه دلوقتي لكن بيقول الفكرة دي تفتكر يكون كويس لو الله خلق عالم كل اللي فيه بيطيعوه كده يعني يفرد عليهم الطاعة حيكون إيه الفرق يعني إزاي إزاي يكون فيه يعني اختيار لإن أنا بقى قريب من الله أو لا صعب إنه الإنسان يفكر إنه الله ده حيبقى مش إله صالح حيبقى يعني عايزة أقول سيد قاسي بيضع نبقى عبيد بقى يبقى دخلت في العبد اللي لا يسلوه إرادة لكن مش ده ربنا ما خلقكش وإدالك من على صورته خليك على صورته ومثاله عشان تبقى عبد لا بالعكس ده هو عايزك تبقى ابن وحر وإنك تستمتع بهذه الحرية من ضمن السؤال اللي أخونا ده سألوا بيقول كده إنه يعني هل الله اختار إنه الإنسان هل كان في خطة الله إنه الإنسان يعمر الأرض ولا لأ فليه ربنا حط الإنسان في الجنة وليه حطوهم في جنة مؤقتة وإزاي سمح للشيطان بدخول الجنة دي خليني أقول إنه لازم نقرأ لما يكون عندنا سؤال زي كده خلينا نقرأ الكتاب المقدس بيقول عنه إيه إزاي الكتاب المقدس بيقدم الفكرة دي فخلينا نروح لسفر التكوين واحد أنا عايزة أديكم صورة إحنا غالبا أنا حقف عند الجزء ده من السؤال لإنه الوقت جري وحكمل الحلقة الجاية كمل رد على أسئلة أخرى كمان لو عندكم أي أسئلة تانية ابعتوا هالي وتبقى الحلقة كلها متكملة رد على بعض الأسئلة والشبهات اللي بيقول عنها بعض الباحثين أو المسلمين في سفر التكوين هبتدي من الآية عشرين هو طبعا الوصف اللي قبل كده فيه إزاي ربنا ابتدى يخلق الكون هبتدي من الحتة دي هو بيقولك وقال الله لطفد المياه زحفات ذات نفس حية وليطرتير فوق الأرض على وجه السماء وعلى وجه جلد السماء فخلق الله التنانين العظام وكل زوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجنسها وكل طائر زي جناح كجنسه ورأى الله ذلك إنه حسن وباركها الله قائلا أثمري وأكثري واملأ المياه في البحار وليكثر التير على الأرض وكان مساء وكان صباح يوم خامس وقال الله لتخرج الأرض زوات نفس أنفس حية كجنسها بهائم ودبابات ووحوش وأرض كأجنسها وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجنسها والبهائم كأجنسها وجميع دبابات الأرض كأجنسها ورأى الله ذلك إنه حسن أنا ليه بقى أرى الحتة دي لأنه هنا واضح إنه ربنا خلق الأرض عموما علشان الإنسان يعيش فيها يعني هو مش خلق الأرض علشان يحط فيها أدم في كورنر أدم وحوة لا الله خلق الأرض علشان نعيش فيها إحنا إنت كنت على فكرة الله لكن إحنا اخترنا إن إحنا نعمل ده بطريقة أصعب الطريقة الأصعب إحنا خدنا الطريق اللي ياخد الشقة الله كان عايز إن إحنا نختار الطريقة الأسعب خلينا نروح للآية اللي بعد كده خلي بالكم إن إحنا في الآية دي أنا قريت إنه الله اتكلم عن الحيوانات والوحوش ووزوات الأنفس الحية والكلام ده كله خلينا نشوف الآية 26 الرب بيتكلم عن خليقة الإنسان بيقول كده نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتصلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي ده تدب على الأرض ده الله أعطى الإنسان سلطان على الحيوانات وعلى كل ما صنعه في الأرض أنا ليه بقراركو ده أنا عايزة أوضح لي الإسلام ما بيتكلمش عن الحاجات دي وأنا مسلمة ما كنتش أعرف خليقة الله بتدت إزاي عندنا حتة من هنا وحتة من هنا على الكثير من الخرافات المليئ بيها القرآن والحديث عن بداية الخليقة فأنا عايزةكم تسمعوا الله إدينا تفصيل فخلق الإنسان على صورته على صورة الله خلقوا ذكرا وأنثى خلقهم وبركهم الله وقال أسمروا وأكثروا واملقوا الأرض واخدعوها وتصلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بذرا على وجه كل الأرض وكل شجر في ثمر شجر يبزر بذرا لكم يكون طعاما ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دباب على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما وكان كذلك ربنا إدى الصوت لو سمحتم ربنا إدى إعطاهم الحياة إعطاهم الأدوات إعطاهم كل ما سيحتاجوه في هذه الحياة وإدانا تفصيل لده حقول لكم ليه أنا بقى يعني عايزة التفاصيل دي عشان تفهموها في تكوين اتنين في تجميع بقى للي ربنا عملوا في خلقة الإنسان في تكوين اتنين بيتكلم عن هذه مبادئ السموات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض وكل عشب البرية لم ينوت بعد لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض تفاصيل كتيرة عن إزاي ربنا عمل الأرض وإزاي ربنا خلق الإله آدم من تراب ونفخ فيه أنفو نسمة حياة فصار آدم نفس حياة وغرس الرب الإله دي النقطة بقى المهمة اللي بيسمعها أخونا دلوقتي اللي سأل السؤال وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاً ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر وكان نهر كذا وبيقول لنا بقى إيه كان فيه النهر دا وكان فيه النهر دا وتقريباً بيحدد مكان فين هذه الجنة في مفهوم الإسلام إنه الله وضع الإنسان في الجنة في السماء فلما الإنسان أخطأ راح منزلهم الاتنين وآدم نزل في جبل وهي نزلت في جبل وعنده ستين مش عارفة الآدم طوله ستين متر ولما كان يمشي راعل إنه كتراسه بتمر بين السحاب فمن كتر ما مر بسحاب راعل يعني يعني ستين متر دول هيوصلوه للسحاب شايفين الخرافات الموجودة في الكتب الإسلامية بس هو دا اللي عرفناه صدقوني إنه صدقت أنا كنت صغيرة صحية بس أنا صدقت إنه فعلاً كان ستين متر مفيش أي حاجة بتقول كده لكن هنا ربنا بيتكلم ببساطة أنا خلقت الأرض علشان تعيشوا فيها تمجدوا اسمي فيها تثمروا وتكسروا تشوفوا إنه في الكتاب بيقول كده كذا مرة أثمروا أكثروا إملأوا الأرض وهكذا للحيوانات وللإنسان فراح عمل لهم مكان خاص مجهز بكل حاجة أولاده عمل لهم مكان خاص مجهز بكل شيء إذن هذا المكان كان فيه من كل الحيوانات لأنه بعد كده تشوف إنه I'm sorry أنا مش سمعت I'm sorry I'm sorry كان فيه المكان دا فيه كل حاجة يحتاجوها بيقول كده ليه ربنا اختبرهم عودا أن يذهب بهم للجنة لماذا وضعهم في جنة مؤقتة ولماذا سمح للشيطان بدخول تلك الجنة أولا الجنة دي ما كانتش جنة مؤقتة دي جنينة ربنا عمل لهم زي جنينة مكان يعودوا فيه زي مثلا بنتك بتتجوز تروح عمل لها بيت مكان ربنا حطوهم فيه لكن لما الإنسان أخطأ ربنا طلعهم علشان خاطر بيقول كده الكتاب أنه الله ما كانش عايزهم يكلوا من شجرة الحياة فربنا طلعهم وقفل المكان ده علشان خاطر ما يقدروش يرجعوله مرة تانية السؤال اللي بيقول ليه ربنا سمح أنهم يعني سمح للشيطان بدخول تلك الجنة نشوف الآية اللي بعد كده الآية اللي بعد كده لو يعني يقروا أنتوا في تكوين بقية الإصحاح التاني ربنا بيورينا إيه اللي حصلوا إزاي آدم وحوة أخطأه وإزاي ربنا خلق حوة الأول وبعدين إزاي هم أخطأوا لكن كمان بيوصف لنا إزاي الحية خدعت حوة فبيقول كده الكتاب أنه الحية كانت أحيل جميع الحيوانات الموجودة الشيطان دخل في الحية والحية كانت موجودة مش زي ما ضحكوا علينا وقالوا اتسحب واختفى ودخل ومش عارف إيه الشيطان كان موجود اللي هو الملاك الساقط والحية كانت موجودة والشيطان استخدمها في الكلام لحوة وربنا عاقبها فبرضو ده مفهوم لازم تصلحه من المفهوم الإسلامي مش الفكرة بقى الشيطان كلم حوة في صورة حية ولا كلمها مباشرة الفكرة مش في كده السؤال ليه أساساً ربنا سمح أنه حوة تخطئ ما كان ممكن أن يخلقها ما تخطئش الرد أنه الله كان عايز حوة وآدم يطيعوا بقلبهم وأنه الأب دائماً بيحضر الأرض قدام ولاده يعني حتى لو أنا ببقى عارف أنا أنت عارف ابني ده حيغلط طيب أنا هحضر له حاجة ترفع عنه الغلط ده أنا هعلمه هديله أداء أفضل فالله من البداية رتب خطته أن المسيح يجي ويكون هو فداء للبشرية كلها لسه في بقية للسؤال ده ويمكن الحلقة الجاية يعمل لكم تجميع تاني عن الفكرة اللي في السؤال ده الله عايزك يكون عندك حرية اختيار هو خلقنا لمجده ولكنه أيضاً أحبنا أحبنا من قبل ما يخلقنا زي ما قال لأرمية أنا من قبل ما خلقتك في البطن من قبل أن خلقتك في البطن عرفتك أحبابتك أنت ابني وبيقول لك النهار ده أنت ابني تختار تبقى ابني تجيلي النهار ده تولد ولادة تانية وتبقى مخلص وتتغطى بدن المسيح لكن لو اخترت أنك تمشي في طريقك ولو اخترت أنك تمشي في الخطيئة ولو اخترت أنك تمشي بلا فهم لشخص الله الحقيقي ده اختيارك لكن الله مش هيسيبك الله هيفضل يفتح لك الباب دائماً بس كل اختيار بنعمله ليه عواقب في عواقب لاختياراتنا فأنا بصلي أن النهار ده ربنا يديلك ويديلك وقفة أمام أنفسكم تسألي ربنا رب أنت عايز تغير فيا إيه يا رب افتح قلبي أفهم الكلام ده يمكن كلام صعب يمكن صعب أن أنا أفهم إزاي شخص الله يكون بهذه المحبة أو القرب يمكن صعب لكن الله النهار ده هو الوحيد اللي يقدر يفتح عينك ويفتح عينيك على شخصه وعلى محبته وعلى قدرته وعلى ما يمكن أن يكون في حياتك في اسم يسوع اليوم أشكركم أكمل معاكم في الحلقة اللي جاية إلى اللقاء اشتركوا في القناة